نستكمل في هذا المقطع كيف يمكن أن أنشئ محتوى تعليمي ندخل من أعثر وأنشئ وشارك درسا إذا كان درسي عبارة عن ملف وورد أو باوربوينت أو إكسل أو ما إلى ذلك أدخل على أنشئ وشارك درسا يوجد لدي هنا دليل يمكن أن أتبعه يمكن إنشاء الدرس من أنشئ خطة درسك أبدأ بكتابة عنوان الدرس أهداف الدرس وصف لهذا الدرس أو نبذة معينة طبعا هذه كلها عبارة عن خانات اختيارية يمكن تعبئتها ويمكن تركها كما هي إذا كان درسي موجود في تضمين لشيء معين أدخل إلى هذه الخانة أو عندي ملف سوي مرفق للدرس أما إذا لم يكن عندي وذلك غير ضروري أدخل إلى الخانة التي تليها إذا كان عندكم مشكلة في اللغة في لغة العرض يمكن ترجمتها بزر الموسي الأيمن ثم ترجم إلى العربية فهنا يمكن أن أضيف الموارد أيضا العنوان اختياري والوصف اختياري هذا ما يهمني لاحظوا معايا أنواع الملفات التي يمكن إرفاقها موجودة هنا فأبدأ برفع الملف ملفي عبارة عن وورد هذا هو الملف قد تم رفعه إذا كان الملف موجود في الإنترنت وله عنوان أو رابط يمكن اختيار شبكة وإرفاق عنوان الملف إذا استكمل بالنسبة للفئة أقوم بتعبئة هذه الخانات وذلك حتى يسهل إيجاد هذا المحتوى عند عمل تصفية طبعا هذا الخيار عبارة عن هل تريد أن يكون هذا الملف قابل للعرض من قبل جميع الناس بشكل عام أو فقط لأعضاء مايكروسوفت إدوكيشن طبعا نتركه كما هو ثم نشر نختار تقدم تم نشر المحتوى الخاص بك يمكن أيضا أن أنشئ فيديو تعليمي من أنشئ وشارك درسا أيضا ولكن بالنزول إلى أسفل أختار إنشاء فيديو برنامج تعليمي أنشئ الفيديو أقوم بإدراج العنوان والأهداف ثم الوصف نقوم بالدخول الآن إلى أضف فيديو ثم نأتي بعنوان الفيديو الذي تم رفعه مثلا هذا عندي مقطع فيديو الآن أقوم بالحصول على عنوانه سواءً كان بعنوانه من مشاركة هذا هو عنوان الفيديو وأرفقه هنا أيضا إذا كان عندي ملف سوي أو تضمين لشيء معين يمكن أن أضمنه وإذا أردت إضافة ملف آخر توضيحي يمكن إضافته من هنا نختار الفئة طبعا أكثر شيء ثلاث خيارات لا يسمح لي باختيار خيارات أكثر ثم نشر تقدم تم نشر الفيديو التعليمي والآن إذا ذهبت إلى محتوي سأجد الفيديو التعليمي وأجد ملف الورد الذي رفعته يمكن أن أشاركه مع وسائل التواصل الاجتماعي يمكن للناس أن يعلقوا على ملفي وأيضا يتضح عندي كم شخصا استعرض هذا المحتوى الذي أنا أنشأته طبعا بالذهاب إلى النقاط لاحظوا كسبت نقاط مع رفعي للمحتوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته